السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة على قناتي وقناتكم وصفات أسماء كنتمنكم تكونوا باخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم سنشارك معكم طريقة تحضير كروكي أو لفقاس كي يطيب مرة واحدة بمكونات بسيطة بمقادير سهلة أكيد سنشارك معكم جميع الأسرار و جميع النصائح باش ينجح معكم من أول تجربة كنتمنكم تشجعونا بأكبر عدد من اللايكات و تبارتاجيوا هذا الفيديو لأكبر عدد من الأشخاص ومع الأحباب ديالكم باش تعمل الفائدة وغندوزوا مباشرة المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمكونات ممكن أنكم تضاعفوا الكمية سنحتاج كأس سكر خاشين كأس زيت ثلاث بيضات سنحتاج خميرة كيميائية واحدة قبصة ديال الملح كاكاو سكر فانيلا ودقيق غيكون عن حسب الخاليط سنحتاج الخلاط الكهربائي أو القدر نضيره حتى تضطر باليدوي سنضيف ثلاثة ديال البيضات سنضيف لهم قبصة ديال الملح و الكأس ديال السكر خاشين سنطحنوا هاد المكونات مزيان مزيان هكو بش ينجح معنا للفقاس سنطحنوا هاد المكونات مزيان سنضيف كأس ديال الزيت وغن ينكمل طحن ديال هاد المكونات حتى يولي الخاليط أبيض وكيولي بحلة كريمي سنكبه في إينا وغادي نضيف له باقي المكونات سنضيف هنا سكر فانيلا الخاميرة كيميائية وغن نضيف الدقيق تدريجيا ما نحاولو أننا ما نضيفوش الدقيق دفعة واحدة أنا كنضيف وانا كنخلط هكا باش كنتحكم في القوام ديال الخاليط سنضيف الخاليط يكون شوية خفيف كيف ما كتشوفو سنقسموه على نصفين نصف غنضيف لي الكاكاو وغن نضيف ليه شوية ديال دقيق باش نجمعوه والخاليط الثاني غادي نضيف ليه الدقيق فقط يعني باش نتحصل لعجينة بيضاء وعجينة سوداء القوام ديال هاد العجين خصو يكون ماشي قاسح بزاف وما يكونش كذلك خفيف غن ناخد هنا شوية ديال دقيق منحاولو اننا ما نكتروش بزاف ديال ديال دقيق وغن ناخدو ورق الزبدة او اللا بلاستيك غدائي نسرحو فيه العاجين احنا كنسرحو العاجين وحنا كنحاولو نعطوها لفوغم ديال مستطيل او اللا مربع يكون مقاد هاكا باش ما نضيعوش العجينة وباش ما يتبقاش لنا يعني نعودوها مرة اخرى هاكا باش ما يكونش عندنا الضايع فيها كيف ما غنقول لكم نحاولو اننا نديروهم نفس القياس نفس الشكل غن ناخدو العاجينة السوداء تهيا نطلقوها بنفس طريقة وغن ناخدوها ونحطوها فوق العاجينة البيضاء هاد الشي كنديروه بالاستعانة بورق الزبدة او اللا البلاستيك الغيدائي باش كنقدرون تحكموه في العاجين وكيجينا ساهل في التشكيل ديالو او اللا فهم اللي نبغيو نقلبوه غن ناخد هنا الجوانب غن نقطعهم ونقادهم وناخد اللاك ندوز من الفوق باش هاكي اللي لسقوا لي العاجين الوحدة مع الخرا وغن ناخد طارف الاخير وناخد ورق الزبدة ونبقى نشكل بهذا الشكل يعني ما نديروش رولي غن نديروه هو مستطيل يعني مشين الروليوها على شكل دائرة احنا بغيناه الروليوها على شكل مستطيل عاجينة فوق عاجينة باش كنتحصلوه على مستطيل غن ناخدها وغن ديالو شوية ديالو الماء من الجوانب هاكا باش كنتحكموا فيها وتلسق ونشدها ونقطعها بهذا الشكل هادا باش نحطها في الصينية ديالفورن اللي عندو الصينية طويلة ديالفورن يديرها يعني بلا ما يقسموا بنفس طريقة غادي ندير الشكل الثاني بهذا الطريقة كنحاولوا اننا ما نديروه شرولي يعني غن ديروه مستطيل وهو مربع كيف مما كتشوفوه انا باش نتحكم فيها كباش ميتحلش لنا في الفورن وباش كيجينا لاصق مزيان كنقطعو بهذا الشكل وكنحطوه وكنكون كنسخن في الفورن على درجة حرارة يعني عالية كنتقبو بالليل كيغدوه وكندخلو الفورن من اللي كندخلو الفران كنقص كنقص الفران وكنخلي هي طيب بالمهل وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجو غنغطيه وغنخليه حتي برد بضع ساعات او اللي نخليوه موهم خنخليو حتي برد مزيان ما يبقاش سخون باش من اللي نكونو نزينو بالشوكولات ما يبقاش الشوكولات يخرج ليه السخونية اللي كينا في الفقاس ودوبه لنا دروري هاد المرحلة اخصوه يبرد فيها او لن ديروه في اللاجحة يبرد غن ناخدو الشوكولات هنا يدرت الاسود دوبته في باماغي نحاولو اننا نزيدوه نقطة ديال الزيت هنا كيفما كتشوفو در الطبقة الاولى وخليتها تبدأ كتنشف وزد طبقة تانية وغن ناخد شوية ديال الشوكولات الابيض درتوه في بلاستيك ممكن انكم ديروه في القنينة اللي كتزيدة نزينو بها زيغزاق ودتلي هاد الخطوط من الفوق وغن نخليه حتى يجمد بنفس الطريقة غن ندير الشوكولات الابيض غن ندير طبقة اللولة ديال الشوكولات الابيض من بعد مما دوبته غن نخليها حتى تنشف شوية ونعاود الطبقة التانية غن نزينها بالشوكولات الاسود غن نخليه نشف مزيان انا يا دابا كينا الصهدي يعني كينا الحال سخون غن ندخلوه لتلاجه باش يبرد ضغيه وباش نقطعوه معاكم ونوريكم شوية دياله من بعد ما برد الشوكولات وتأكدنا انه جمد غن نخرجوه وغن نقطعوه بهذا الشكل هادا كيف ما كتشوفوه يعني ما كيتكسرش كي يجي ناجح كنقطعو شوية مائل بغيتو تديرو لي بودان صغار بغيتو تديروهم اللي كبار يعني انتو ما كتتختارو الحجم دياله بالنسبة للطريقة ديال الاحتفاظ به في المجمد ممكن انكم كيف ما تطيبو كتديرو في المجمد مباشرة وكتخليو حتى كتبغيو وكتجبدو كتديرو لي التزيين اللي بغيتو اما الشوكولات اما الكون فيتيغ والكوك او الكوكو وكيجي على هاد الشكل هادا الشكل دياله راقي المنظر دياله روعة وكذلك الماداق رائع اصلاح الاتاي او اللا ان نقدمو الضيوف ديالنا يعني كيجي روعة في الماداق وفي المنظر دياله كنتمنى هاد الوصفة نال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتقولوا لي كيجاتكم في التعاليق وما كرهتكم الشاتبارتاجيو هاد الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم هكا باش تكبر الوصفة لما ديالنا وما تنسوش تضغطو على الزر ديال الجارس باش توصلوا بالجديد ديال الوصفات وما تنسوش ما تنسوناش من اللايكة ديالكم هي اللي كتحفزنا وكتخلينا اننا نستمرو وكنقول لكم شكرا على المشاهدة وشكرا على التعاليق ديالكم شكرا على المتابعة ديالكم المستمرة وكانت هذه الوصفة ديالنا ديال اليوم كل واحد وشنو كيسميها كاي اللي كيسميها الفقاص كاي اللي كيسميها لي خوكي في الجزائر ومن هناك نحيي الصديقات ديال الجزائريات اللي كيتواصل معي عبر الواتساب كنقول لكم كاملين شكرا على المشاهدة شكرا على المتابعة ديالكم وكانت هذه الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنها تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها بإذن الله كنقول لكم إلى وصفة قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر